المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الراي معكم فيها أحمد العنزي والبداية دوم بأبرز العناوين الكويت تستدعي سفيرها من طهران إثر الاعتداء على البعثات أنا أيد مثل هذه الدعوة لأن اليوم وضع المنطقة أمانة ملتهب جدا دعيت إلى مقاطعة النظام الإيراني مقاطعة سياسية واقتصادية الجلسة الخاصة قيد الترحيب النيابي وسط تأييد الموقف الرسمي لجنة تشكل في التقبيغي للتحقيق بهذا الموضوع هذه مسؤولية الخور في التعليم العالي وفي الوزير التربية الشهادات المزورة تتفاعل نيابيا والتحقيق الحكومي يقطع شوطا حكم بسجن حمد الهارون وثلاثة آخرين في قضية أمن دولة لجنة تطبيق قواعد العفو الأميري تباشر فحص ملفات النزلاء الأسد يضيق الخناق على ريف دمشق وروسيا تكثف غاراتها فيما تتواصل تداعيات أعمال الشغب والاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصلياتها في مشهد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة استدعت صباح اليوم سفير الكويت لدى إيران على خلفية الاعتداءات التي قامت بها جموع من المتظاهرين باقتحام سفارة السعودية والاعتداء على قنصلياتها لما يمثله ذلك من خرق صارخ للأعراف والاتفاقيات الدولية وأخلال جسيم بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الدبلماسية هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا السبت المقبل في الرياض لبحث الاعتداءات على المقار الدبلماسية السعودية وقد وصل وفد البعثة الدبلماسية السعودية الى الرياض التي أكدت أنها لن تتضرر من وقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران بدوره استدعى نائب وزير الخارجية خالد الجارالة السفير الإيراني لدى الكويت علي رضى عنايته وسلمه مذكرة احتجاج خطية على خلفية الاعتداءات وقال الجارالة أن المذكرة أكدت شجب الكويت لهذه الاعتداءات السافرة مشيرة إلى ضرورة احترام إيران التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلماسية المعتمدة لديها وحماية أتقمها الدبلماسية وأضاف الجارالة أن المذكرة تشملت كذلك التأكيد على مسؤولية إيران في حماية تلك البعثات بصورة كاملة بموجب الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلماسية والتي أساسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأكد الجارالة وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كافة الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وعلى صعيد المواقف النيابية الكويتية تواصلت ردود الفعل المرحبة بدعوة رئيس مجلس الأمم رزوق الغانم لعقد جلسة خاصة لمناقشة التطورات الأمنية وبهذا الشأن أجمع النواب على ضرورة أن تحذو الكويت حذو الإمارات والبحرين في مواجهة إيران أنا أيد مثل هذه الدعوة لأن اليوم وضع المنطقة أمانة ملتهف جدا في ظل ما تمارسه سلطة الملالي في إيران من تدخل سافر وتدخل غير مقبول بالشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون خصوصا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى لنا هذه العمليات الإرهابية والغرصنة الإرهابية التي تمارسها طهران من خلال دعمها للمنظمات الإرهابية من خلال إيواءها لقيادين إرهابيين من خلال دعمها لكل أنواع التطرف المذهبي والديني هذا يجب اليوم أن يكون للحكومة الكويتية ولدولة الكويت موقف أنا أتمنى اليوم استدعت الكويت منذ قليل منذ لحظات السفير الكويتي في طهران يجب أن لا يقل موقفنا عما قامت به من مملكة البحرين ودولة الإمارات ويجب أن تحذو أيضا بقية الدول الخليج هذا الحذو يجب أن يكون للكويت موقف أكبر وأشد لا يهمنا اليوم صراخ البعض من أعضاء مجلس الأمة الحاليين حول طهران وحول ما يجري في طهران اليوم يجب أن نكون واضحين ونكشف عن رؤوسنا من يريد أن يقف مع طهران من النواب يجب أن يوضح طبعا دعوة من سعادة رئيس مسلمة دعوة مستحقة وجدت في الوقت المناسب خاصة للتطورات المتلاحقة أنا في الحقيقة قبل ثمان شهور تحديدا دعيت إلى مقاطعة النظام الإيراني مقاطعة سياسية واقتصادية وما يحصل اليوم هو مصداق لما دعوتي له من قبل ثمان شهور هذه خطوة مستحقة من الجانب الكويتي وفي المواقف الدولية دانا مجلس الأمن بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة السعودية مطالبا إيران بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية والطواقم التابعة لها وعرب المجلس عن قلقه العميق إذا هذه الاعتداءات مشددا على ضرورة الاحترام الكلي للالتزامات الدولية في هذا الشأن ومضيفا أن اتفاقيات فينة تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية كذلك أكدت تركيا أن الاعتداءات الإيرانية تعد أمرا غير مقبول وعربت الخارجية التركية عن قلقها إذا تلك الاعتداءات مشددة على ضرورة حماية البلد المضيف لهذه البعثات ومن جهتها أعلنت البحرين اليوم وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى قال أن لجنة تحقيق فيما يخص الشهادات المزورة لبعض أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قطعت شوطا مهما في هذا الشأن وقال الوزير رد على سؤال للرأي أن المحالين إلى النيابة بهذا الخصوص يعمل أغلبهم في القطاع الخاص رباب الداح والتقرير التالي مجددا الشهادات المزورة ملف فتح على مصرعيه وربما لا يغلق قريبا إلا بعد أن تتخذ كافة الإجراءات لتصحيح الأخطاء التي يدفع ضاربتها المجتمع الكويتي برمته وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى الذي شارك اليوم في اجتماع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة رد على سؤال للرأي بشأن القضية مجددا وعده بمتابعة التحقيق للوصول إلى خواتيمه المرجوة هناك لجنة مشكلة في التقبيغي للتحقيق بهذا الموضوع وقبلها كنا حولنا للنيابة 270 اسم التي نشرتهم مجلة النيوزويك في فترة سابقة نحصل أسماءهم أغلبهم يشترون مقطع الخاص فينهم الموجود في ممكن فين منهم المترك لكن هذه الآن الملف تحول النيابة نيابيا لا يتوقف نواب مجلس الأمة عن المطالبة بالتحقيق الأشمل سيما في ظل أنباءه عن تورط بعض النواب السابقين وبعض القيادات فيما يعاول البعض من النواب على لجنة التحقيق المشكلة هذه القضية قضية قديمة جدا رفضت المجالس السابقة أن تبحث مثل هذا الموضوع لأن كثير من أصحاب هذه الشهادات لهم ارتباطات انتخابية وارتباطات خاصة مع كثير من النواب السابقين اليوم القضية ليست قضية الشهادات الدكاترة فقط هناك قياديين يملكون شهادات مزورة هناك نواب يملكون أيضا شهادات مزورة سواء في المجالس السابقة ولكن إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروب يجب أن نتطرق لكل الشهادات ويجب أن تكون هناك مراجعات لشهادات منذ التحرير من 92 يجب أن تراجع كل الشهادات للأسف هذا موضوع أخلاقي أيضا التزوير هذه جريمة في القانون الجنائي الكويت وكل جدول العالم تعاقب عليه نحن كنا نسمع جامعات غير معترفة الآن نسمع جامعات مضروبة وشهادات مزورة فهذه مسؤولية في التعليم العالي وفي الوزير التربية أنا وجهت له سؤال في هذا الشأن وأعتقد أنه قضية اليوم بمجلس الأمة والوزير في آخر جلسة وقف وعطى تعهد بحل المشكلة خلال ثلاثة شهور ونحن أمام انتظار هذا التعهد من جهته طالب النائب يوسف زلزلة وزير التربية والتعليم العالي بطرد كل من يثبت تزويره لشهاداته لإيقاف العبث بمقدرات البلد على حد قولها رباب بداح الراي محكمة الجنايات قضت بحبس حمد الهارون وثلاثة مواطنين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وذلك لتمكين الثلاثة للأول من الهروب إلى خارج البلاد وجاء هروب المتهم الأول في قضية أم دولة المعروفة إعلاميا من قروب الفنطاس بعد توجيه نيابة العام له عدة تهم وإحالة القضية لاحقا للقضاء وزارة الداخلية أعلنت بدأ لجنة إعداد القواعد للعفو الأميري للعام 2016 أعمالها في فحص ملفات نزلاء المؤسسات الإصلاحية للنظر في مدى انطباق القواعد عليها تنفيذا لرغبة أمير البلاد وتوجهات القيادة العليا لوزارة الداخلية وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين أن تلك المكرمة الأميرية تترجم البعد الإنساني للقيادة الحكيمة بهدف التخفيف عن معاناة النزلاء ومنحهم الفرصة للعودة إلى جادة الصواب جهاز وحماية المنافسة وخلال مؤتمر صحفي عرض المقترح الذي أعده بشأن تحسين أداء مزادات الأسماك والذي يهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعروض الوهمية وشملت الاقتراحات تعيين مدير للمزاد وتنظيم عملية الدخول والخروج وفرط العقوبات على المخالفين متمر الصحفي كان لطرح الدراسة الأولى لأحد قطاعات الاقتصاد في الكويت وهو دراستنا لتحسين أداء مزادات الأسماك وكان عندنا اقتراحات محددة ومفصلة نرفعها للجهات الحكومية المختصة لتطوير قطاع أداء مزادات الكويت ولمحاولة لتخفيض الأسعار وزيادة الجودة وتنظيم وتحسين العملية التي يتم فيها بيع وشراء الأسماك ووصولها لمسهلك المحلي الاتحاد أهم لعمال الكويت ومجموعة من النقابات نظموا وقفة تضامنية أمام مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة للتعبير عن تضامنهم مع موقف الهيئة ودعمهم للأحة التنظيمية للعمل النقابي التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوعين الماضيين وأكدوا على ضرورة فك الاحتكار في النقابات وعطاء حق الترشيح والانتخاب لأعضاء الجمعيات العمومية اجتمعنا اليوم مع أخوانكم أعضاء الجمعيات العمومية والنقابات لهدف واحد وهو كسر الاحتكار وفك الاحتكار وأعطاء حق الترشيح والانتخاب للجمعيات العمومية وألغاء الشروط التعجزية التي تم وضعها خلال الفترة السابقة لمنع أبناء هذا الوطن المشاركة في الانتخابات اليوم في لايحة تنظيمية طلعت للعمل النقابي من الجهة المعنية في قانون العمل التي هي الهيئة القوى العاملة هذه اللايحة نحن كنقابيين وكأعضاء جمعيات عمومية نرى بأنها ستصلح السلبيات الموجودة عندنا في الحركة النقابية وأيضا تتماشى مع القانون والتفاقيات العمل ضمن مسؤوليتها في دعم دور المجتمع بتعزيز المواطنة عقدت الجمعية الكويتية للعمل الوطني لقاء جمعت من خلاله الجهات الحكومية المعنية بالمواطنين في محافظة الفروانية للحديث عن همية الحفاظ على المرافق العامة ومحاربة الجريمية وتعزيز الدور الفردي توجه المجتمع وتعميق الإحساس بالمسؤولية والتعاون مع الجهات المعنية إننا نريد تفعيل دور المواطن وحثه على المشاركة بالعمل من منطلق أن الوطن مسؤولية الجميع وتفعيل دور المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال العمل على المحافظة على المرافق والسعي لتطويرها ونبذ السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا بترك بعض العادات السيئة التي قد تدمر جمال المرافق والبيئة المحيطة دورنا في البلدية ما يقتصر على عملنا إننا نجي ونقعد ونبحث في جميع الحلول والأوراق ونطلع تراخيص نجد التراخيص لا مو دورنا هنا يبقى دور المواطن لما يكون في عنده رغابة ذاتية على الشيء نحن معانا خطوط ساخنة تعمل على مدى 24 ساعة تتيح الفرصة للمواطن للمشاركة مع مسؤولي الوزارات ومراكز التنمية تتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتتمنى مبادرات الفرقة الطوعية والشبابية لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية والتنموية وتعتبر الأسرة هي نواة المجتمع لذلك نولي جل اهتمامنا بالبحث عن ما يفيد هذه الأسرة فيما يتواصل وحصار قوات النظام السوري لريف دمشق حيث يواجه لأهالي هناك الموت البطيء جراء الجوع والبرد القارس تشن قوات النظام عنف هجماتها بدعم الجوي الروسي على مواقع المعارضة في حين ما زالت الاشتباكات مستمرة بمدينة الشيخ مسكين في درعة كذلك تواصل المقاتلات الروسية شن غاراتها على الكثير من المدن والبلدات السورية مخلفة مئات الضحايا يوميا كما تعمد قوات النظام والطائرات الروسية إلى استهداف الأسواق الشعبية مما زاد من عدد الضحايا المدنيين هذا وأعلنت منظمة حضر الأسلحة الكيميائية أنه تم تدمير الترسان السورية من الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها دمشق في العام 2013 بشكل كامل قتل جندي من أفراد القوات الخاصة الأمريكية وأصيب اثنان آخران خلال هجوم في جنوب أفقانستان اليوم ونقلت قناة NBCC الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بدوره أشار متحدث باسم الجيش الأمريكي إلى أن مروحية طبية أمريكية كانت تحاول مساعدة الجنود سقطت بعد تعروضها لخلل فني لكن طاقمها لم يتعرض لإصابات الأحمر يظلل مؤشرات سوق المال تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم في الاقتصاد سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولاتها على انخفاض مؤشراتها الثلاث بواقع أربع نقاط المؤشر السعري ونحو نقطة وثلاثة عشر النقطة للوزن وثلاث نقاط وسبعة عشر النقطة لمؤشر كويت 15 وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو أحد عشر مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي ثلاثة وتسعين مليون سهم سعر برميل النفط الكويتي ارتفع ثمانية وعشرين سنة في تداولات أمس ليبلغ ثمانية وعشرين دولارا وخمسة وستين سنة وفق السار المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام أمس بفعل مخاوفة من تباطئ النمو العالمي وتراجع الأسهم العالمية بعد أن كانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق أمس بنحو أربعة في المئة بسبب التوترات في الشرق الأوسط رغم الوضع المشلول للأزرق معلول يستمر مع الأزرق أهلا بكم في الرياضة أهلا مدرب المنتخب الكويتي نبيل معلول استمراره في قيادة الأزرق وعلى رأس عمله حتى نهاية عقده في يونيو المقبل وقال المعلول الذي يزور البلاد حاليا أن أسرار رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد على استمراره في قيادة الأزرق حتى نهاية العقد المبرم هو من دفعه للاستمرار في قيادة الأزرق حتى انتهاء عقده مع الاتحاد وأشار معلول أنه يسعى لإسعاد الجماهير الكويتية العاشقة للأزرق متمنيا أن يتحقق ذلك بعد زوال الإيقاف الدولي للكرة الكويتية لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم تقدمت بمقترح بإلقاء بطولة دور الرديف وقال رئيس لجنة المسابقات أحمد الدولة أن الاقتراح حظي بقبول عضاء اللجنة وقرروا رفع توصية به إلى مجلس إدارة الاتحاد من أجل تفعيله في الموسم الرياضي المقبل ولم تحظى البطولة التي تقام للموسم الثالث على التوالي برضى الأندية الكويتية الأمر الذي دفع بعضها إلى عدم المشاركة فيما تشارك أندية أخرى خشة توقيع الاتحاد الكويتي عقوبات عليها همها تقليص قائمة اللاعبين من أربعين لاعبا إلى خمسة وعشرين لعبا سيمنح تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد خلفا لرفائيل بيتز الفرصة لللاعب الفرنسي السابق في النادي والمنافس في دور درجة الأولى الأسباني لكرة القدم وقيل بنتز من تدريب الريال قبل مرور نصف الموسم بعد مسيرة متباينة من النتائج تركت الفريق خلف أتلاتيكو مدريد المتصدر وبرشلونة صاحب المركز الثاني في الدوري وترقى زيدان المحبوب من الجماهير من منصب مدرب الفريق الثاني الذي كان ينافس في دور الدرجة الثالثة الأسباني وستكون هذه أول مهمة تدريبية للفرنسي الفائز بكأس العالم مع فريقه في الدرجة الأولى لجنة الأخلاق المستقلة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم طالبت بعقوبة الإيقاف لمدة تسعة عوام مع غرامة مالية قيمتها مئة ألف فرنك سويسري بحق الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جوريم فالك الذي أعفي من مهامه منذ سبتمبر الماضي ووقف بشكل مؤقت منذ أكتوبر الماضي ولمدة تسعين يوما بسبب اتهامه من وسائل الإعلام البريطانية بالتورط في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء وقبل ختم نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأية تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رغم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة